بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا بنواصل تسجيل سلسلة المحاضرات الخاصة بـ Object Oriented Programming او البرمجة المبنية على الكائنات او البرمجة الشيئية محاضرة السابقة اتكلمت على inheritance وشفنا ازاي حضرتك تقدر تاخد كل functionality وتقدر تاخد كأنك بتاخد copy من السوبر كلاس عشان تعمل السابقلاس اللي كان موجود عند حضرتك بيتمتع بكافة المزايا ويورث كل الاتريبيوت وكل الميسوس اللي داخل السوبر كلاس لكن ما اضفناش جديد النهاردة عاوزين نضيف جديد على السابقلاس هنقدر نضيف جديد من خلال ثلاث حاجات الحاجة الاولى ان نقدر نضيف مثل هاقدر اضيف مثل على السابقلاس موجودة في السابقلاس موجودة في الـ Object اللي هاعمله creation من خلال السابقلاس لكن مش موجودة داخل السوبر كلاس كمان هاقدر اضيف مختلف تماما عن الكونوستراكتر اللي موجود في السوبر كلاس كمان اقدر اعمل override للميسود او نقدر استعمل نفس الميسود اللي موجودة في السوبر كلاس بس اخلي الفانكشن بتاعتها نوعا ما مختلف عشان نعمل الكلام ده تعال هنعمله من خلال اكواد على طول هاي بقى ده افضل انا عندي الكاونتر الكاونتر ده عبارة عن مين الكاونتر ده عبارة عن السوبر كلاس ده الكاونتر اوكي ده عبارة عن السوبر كلاس كنوستراكتر بتاعي عبارة عن انت وبعمل initialize للاتريبيوت كاونت عامل كمان increment عشان اقدر اعمل increment للكاونتر وعمل كمان display عشان اقدر اعرض قيمة الكاونتر يبقى الكاونتر بتاعي في عبارة عن اه تلاتة اتنين مثوت ويه special مثوت اللي هي الكنوستراكتر تمام كده طيب عشان اقدر اعمل سب كلاس اتفقنا هروح اقول له كلاس واسم السب كلاس كاونت ده من السوبر كلاس اللي اسمه كاونتر تمام كده وهضيف مثوت عشان اضيف مثوت هقول له define عادي خالص زي ما بضيف مثوت في اي كلاس اسم المثوت مسميها decrement والself argument اللي مكانه محجوز هعمل ايه هخلي self load count هقلله بكام هقلله بواحد تقدر حضرتك بناعا على التقسيمة دي انه تروح تعمل كرياشن لأوبجكت اسمه c1 اعملت كرياشن لأوبجكت منين من السوبر كلاس كاونتر وتقدر تعمل كرياشن لأوبجكت c2 اوكي مفيش مشكلة خالف برضو منين من الكلاس اللي اسمه كاونتر هنا هيبقى ال default value بتاعت الكاونت زيرو وهنا الكاونت بتاعه كام بعشر تقدر تقوله c1 increment طبعا c1 بس تعمل المثل بانكريمنت وبالتالي هيخلي الكاونتر بتاعك نبادئ بزيرو وبقى هنا بواحد واعمل display فبالفعل اداني كام اداني واحد اقدر كمان من خلال c2 المعمول من نفس السوبر كلاس اقدر عمله وانكريمنت هو كان 10 بقى 11 وعمل له display بالفعل 11 كمان اقدر اعمل اوبجكت سي تلاتة سي تلاتة اوبجكت منين بقى من الكاونت داون سب كلاس اللي بيورس السوبر كلاس كاونتر وعمل له عن طريق كام بالكونستراكتر اربعين استعملت نفس الكونستراكتر السابق وبالتالي اربعين عملت پاتت انكريمنت مكريمنت الميسود اللي اسمها انكريمنت اللي كانت موجودة في السوبر كلاس وارستها وبالتالي سي تلاتة بقى كام بواحد واربعين زاوتي كمان مرة بقى 1 اتنين واربعين سما عملت دكريمنت استدعيت الدكريمنت مسود اللي معمول لها امبللومنت داخل السوبر كلاس كاونتر وبالتالي فيه ثلاتة بقى كام بقت بواحد واربعين وعملت سي تلاتة ديسبيلية 1 conservatives اللي هنا شوفناه من خلالבהنه زي ما حضرتك شايف ان انا عملت. عملت ايه بقى عملت ساب كلاس اوكي كونت داون واضفت لي مثل جديدة خالص ما ديكريمينت وبالتالي الكونت داون كلاس بقى فيه تلاتة مثلس انكريمينت ديكريمينت بلاس مين بلاس الكنوستراكتور وشوفنا الكلمة طيب كده وانا في ذلك تقدرت انا ازود الفنكشناليتي بتاعت الساب كلاس بقى الساب كلاس مختلف نوعا ما عن السوبر كلاس السوبر كلاس كان عبارة عن كاونتر الكاونتر دا اقدر عمله انكريمينت اقدر عمله ديسبيلي السوب كلاس اقدر اعمله انشلايز عن طريق الكونو ستراكتور اقدر اعمله انكريمانت اقدر اعمله وكمان اقدر قامل له معاكات دي. الحاجه التانية اللي ممكن ازود فيها cut rollers ان انا اقدر اضيف conSestructر اقدر اعمل الكلام ذا ازاي انا بعمله من خلال الخلاس التي شوفناها قبل كده بتاعتي بشكل اللي بعمل انشلايز عادة قل mighty ولي فيها مشكلة. للسوبر كلاس سيركل. طبعا عملت امبورت عشان محتاج الباي. اوكي. ويبعمل انت بديله السيلف ارجومنت اللي ما كانه محجوز. ويبعدين الارجومنت اكس زيرو واي زيرو ار زيرو. وبقدر اعمل انشاليز للاتريبيوت اكس واي وار عن طريق اكس زيرو والواي زيرو والار زيرو. ده شفناه قبل كده. وعملت دفاين لمثل اسمها اريا. بعمل ريتيرن للباي في الار تربيه. ده الكنوستركتور اللي اسمه انت. لو حضرتك حبيت تحطه في الساب كلاس اللي انا مسميه سنتريك سيركل. اوكي. وحضرتك قلتلك ان ده عبارة عن ساب كلاس من السوبر كلاس سيركل. وحبيت تعمل ايه بقى? حبيت تحط كنوستركتور جديد. عشان تعمل كنوستركتور اللي اقوله لحضرتك على الدوام. ما تنساش داخل الكنوستركتور بتاعك اللي انت بتقوله دفاين. وتو اندرسكور انت تو اندرسكور. وبتباص البرامتر بتاع حضرتك مع السيلف ارجونت. ما تنساش ان اول خطوة فيه بتعمل ايه? استدعي. استدعي. مين بقى? الكنوستركتور بتاع السوبر كلاس. بستدعي ازاي? بكتب اسم الكلاس. دوت اتنين اندرسكور. انت اتنين اندرسكور. والسيلف. اكس زيرو. واي زيرو. ارزلو. ما تنساش السيلف ارجونت. ثم بتكمل باقي توصيف الكنوستركتور بتاع حضرتك. ولا فيها مشكلة خالفة. تمام كده? يبقى خطوة اولى. وانت بتعمل الكنوستركتور بتاع الساب كلاس. ما تنساش تفتدعي. مين بقى? ما تنساش تفتدعي الكنوستركتور بتاع السوبر كلاس. زي ما حضرتك شايف? اللي هي الجملة المهمة جدا اللي هي دي. وبعدين تبدأ توصف باقي الكنوستركتور زي ما حضرتك عاوز. هنا انشأت object من الكلاص اللي هو الساب كلاس. وديته البرامتر. وعملت اكسس ليه الاريا. مثل اللي كان معمول لها داخل من? داخل السوبر كلاس او البيز كلاس. دعم اخوانا? هنشوف مثال تاني عشان يوضح الادين كونوستركتور. هنشوفه من خلال نفس الكاونتر تاني. اوكي? عملت ده الكونوستركتور العادي بتاع السوبر كلاس كاونتر. وفيه الانكريمانت وفيه الديسبيلية. هنا بقى عملت كاونتر ايه بقى? كاونتر فيرجان تو. كاونتر فيرجان تو. ده عبارة عن ايه اخوانا? عبارة عن كلاس. ماله ساب كلاس من السوبر كلاس كاونتر. وعملت الانشيلايز بتاعه اللي هو الكونوستركتور بتاعه. تمام كده? قلتله دفاهم. اه اتنين اندرسكور كونتر سلف و سي. وبقول له والله لو السي بتاعة حضرتك اقل من زيرو. لو سي بتاع حضرتك اقل من زيرو اعمل ايهة? استدعي الكونوستركتور بتاع الكلاس كاونتر. فاقلتله كاونترkke. دوت. اسم الميسوت اللي هي انت. وSelfArgument وZero يبقى كده حضرتك لو انا يديت وإنشاليز برقم Negative هيروح يعمل إنشاليز بZero طب لو لديت بأي رقم تاني مش Negative سواء Zero أو Bostive هيروح يعمل إنشاليز بمين؟ بثين لاحظت الكنوستراكتور بتاعنا عامل إزاي؟ ده الكنوستراكتور بتاع السبكلاف هذن الوقت يروح تقول له C2 عبارة عن CounterVersion2 بكارية Object من الكلاث CounterVersion2 وديته رقم Negative وعملت كمان واحد تاني وديته رقم Bostive لما تيجي تقول له C2 Display إيه اللي يحصل بقى؟ C2 Display هيعمل لك الكونت بكام بZero لإن لقى الرقم مالك أقل من زيرو والكنوستراكتور بتاع حضرتك اشتغل وكذلك الحال بالنسبة لمن؟ بالنسبة لC3 آخر حاجة هنقولها في محاولة اليوم إزاي تعمل Override المثل Override المثل Override هنا معناه إن فيه Function أو فيه Operator لي وظيفة معينة أنا أخلي الـ Function دي نفس الـ Name لكن تشتغل بطريقة تانية تشتغل بطريقة تانية زي ما حضرتك شايف وشوفنا الكلام ده داخل مين؟ داخل لستاك لو أنت حضرتك فاكر لستاك وارجع للمحاضرة بتاعة لستاك كنا بنتكلم على Structure بتاع memory بشتغل باللص in first out عمله كونستراكتور بيعمل الانشاليز ليه لست ليست أسف لست ثم بعمل بوشنج بعمل ابند للرقم اللي أنت عاوز تعمله ابند عشان تحطه On the top of the stack وبعدين بعمل بوب عشان أعمل Delete للرقم اللي موجود على الطب بتاع مين؟ بتاع الاستاك ده كان عبارة عن مين؟ ده كان عبارة عن السوبر كلاس تعال بقى أشوف stack version 2 stack version 2 اللي هعمله فيها هيعمل إيه؟ أنا هحاول إن أنا أشوف رقم المكسمم أخليتني يعني إيه؟ يعني الليستاك ده وكأنني بحط الليمت بتاعه 100 هنا في الليستاك ده لو حرك بتعمل بوشنج forever هو شغال معاك لو بتعمل بوبنج المفروض هيجي يقولك إن الليست خلاص معتش فيها حاجة أنت صفرته لأن البوب بيمسح فلو أنت عملت بوش أربع مرات وجيت تعمل بوب أربع مرات ولا فيها مشكلة لكن لو عملت بوب خمسة هيبقى فيه مشكلة لأن أنت بتحاول تأكسس مين؟ بتاع أكسس لستا فاضية يعمل لك إكسيبشن مين؟ إكسيبشن إيرور ومحتاج تعمل إكسيبشن هاندلينج طب أنا عاوز أأمن الاستاك بتاعي عاوز أقوله والله الصيز بتاع الاستاك 5 إلمنت 10 إلمنت 100 إلمنت يبقى أنت لو عملت بوشنج أكتر من 100 يقولك انتظر الاستاك بتاعك ملين؟ ولو عملت بوبنج 100 مرة يقولك كده ما عادشي الاستاك بتاعك ماله صدر عشان بتعمل ده عملت إيه؟ لاحظ بقى هنا حطيت حاجة اسمها إيه بقى إنستانس ها إنستانس أتريبيوت ولا كلاس أتريبيوت الإنستانس كان موجود معه سيلف وكان بيتعرف داخل المسج هنا أنا حطيت مين؟ حطيت كلاس أتريبيوت خليته ماكسب يساوي 2 وقلت له والله هو انت بتعمل بوش لو لقيت إن اللينس بتاع مين بقى؟ بتاع السيلف لست سيلف لست عشان أكسس الأتريبيوت بتاع مين؟ بتاع الأوبجيكت أقل من الماكسمم بتاع الاستاك أوكي؟ أقل من الماكسمم بتاع الاستاك وهنا ما قلت لهش سيلف دوت ماكس لإن أنا بندها عليه مين باسم الكلاس لو حصل ده معناه إن أنا في الحدود الآمنة اعمل إيه؟ اعمل بوشنج طب لو ما كانش اطبع error استاكيز فولد وكذلك الحال في مين؟ في البوب ميسود والله لو لقيت اللينس أكبر من زيره أوكي اعمل بوب وما فيش مشكلة قلت له ريتيرن استاك دوت بوب هنا لاحظ إن نبنده على الميسود القديمة باسم السوبر كلاس دوت الميسود أوكي يا إخواننا إلث لو حصل إن اللينس بقى مقرب بالصفر اطبع error استاكز ايه؟ إز امتي زي ما قلت لحضرتك هنا حركة تقدر تتشينج السيجنيتشر اللي هو طريقة الاستدعاء أو طريقة استدعاء الدلة تمام كده؟ وعشان تنده أي ميسود من اللي انت كاتبها قبل كده بقول له بيرانت دوت ميسود وبحط السيلفة أرجونت ما تنساش وباقي مين؟ وباقي الأرجونت بتاعت حضرتك لو جيت تشوف ده إلا يحصل ده نفس الكود بتاع السوبر كلاس ده البيز كلاس قلت له الوقتي كاريت أبجيكت اسمه اس 2 وعمل له بوشنج وعمل بوش كمان وبوش كمان على كده خزن ثلاث عناصر انت قيله المكس بتاعتك بثلاثة صح؟ المكس اناسف المكس كانت بكام؟ المكس كان عبارة عن كام؟ عن اتنين المكس عبارة عن اتنين يبقى انت هياخد منك البوش الأولاني لاحظ ان انت مأكسس أو عامل الوبجيكت من السب كلاس ستاك 2 اللي بعمل فيها تأمين على الليست عملت بوش ولا في مشكلة بوش كمان ولا في مشكلة البوش الثالث بقى يا رايس إيه اللي هيحصل؟ هيقولك مين؟ ستاك إز فل ما كانش بحصل في الوبجيكت اللي كان حصل له كرياشن من السوبر كلاس كذلك الحال لو انت عملت بوب مرة اخر رقم كان داخل كان كان طبعا ده مدخلش ده اللي دخل اتنين ونص اس اتنين بوب هيطبع لك 0.97 ولو جيت اقول له بوب كمان هيقولك ايه؟ استاك إز امتي ده كان ختام المحاضرة الكويسة جدا اللي استفدنا منها ازاي نزود الفونكشناليتي بتاعة الانهاريتد كلاس عن طريق ايه بقى عن طريق ثلاث حاجات ان انا اعضر اضيف ميسود مختلفة اعضر ان انا اضيف كونستراكتور يستدعي الكنستراكتور السابق ويضيف عليه واعضر ان انا استعمل نفس النيم بتاع الميسود اللي موجودة وغير الوظيفة بتاعتها عن طريق مين؟ عن طريق الوفررايد اتمنى ان المحاضرة تحوز على اعجاب حضراتكم ولا تنسونا من صالح دعاقكم ونلتقي بكم في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة